وأما أركانه أي جوانبه التي يقوم عليها فهي ستة أركان الركن الأول الإيمان بالله وهو الأساس وهذا يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية وتوحيد الأسما والصفات هذا الركن الأول ثاني الإيمان بالملائكة وهم جند خلقهم الله من نور وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكن نؤمن بهم وقد جعلهم الله أصنافا كل صنف من الملائكة له عمل يقومون به في هذا الكون فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومنهم حملة العرش ومنهم من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام ومنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكال ومنهم الموكل بالموت ملك الموت ملائكة الموت ومنهم أصناف لا يعلمها إلا الله سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله عز وجل كثيرة والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من عنده سبحانه بوحيه وبشرائعه وأمره ونهيه منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها القرآن ومنها كتب لم يذكرها الله لنا ولكننا نؤمن بها جملة ونؤمن بما ذكره الله باسمه مفصلا وآخرها القرآن آخر الكتب وأعظمها القرآن العظيم الذي أعجز الثقلين الجن والإنس أن يأتوا بسورة واحدة من مثله هذه الكتب والرسل الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله لشرائعه ودينه لهداية خلقه الله جل وعلا أرسل الرسل ليبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم ويبين لهم دينهم والله جل وعلا أقام الحج بهم رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالله جل وعلا أرسل الرسل وعدد الرسل لا يعلمهم إلا الله كثيرون ومنهم من سمى الله لنا مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ما ذكره الله في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان كذلك نجل محسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوط كل انفضلنا على العالمين هؤلاء سماهم الله نؤمن بهم بأعيانهم نؤمن بهم بأعيانهم ومن لم يسمه الله نؤمن به جملة الله جل وعلا يقول منهم من قصص ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فنؤمن بهم جميعا من سمى الله ومن لم يسم منهم أمن كفر بنبي واحد كفر بالجميع لابد من الإيمان بهم جميعا من كفر بنبي واحد منهم كفر بالجميع من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا والله جل وعلا قال لنا قول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم هذا الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزء فالدنيا مزرعة للآخرة والآخرة دار جزء الدنيا دار عمل وليس فيها جزء والآخرة دار جزء وليس فيها عمل فلابد من الإيمان باليوم الآخر من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يعني بس تعيش بها الدنيا وتأكل وتشرب وتكفر وتفسق وتروح لا أمامك بعثوا حساب جزء فالله جل وعلا جعل الآخرة للجزء وهذا عدل منه سبحانه أنه لا يضيِّع عمل العامل يجازي كلا بعمله لا يضيِّع فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا لو لم يكن هناك بعثا لصار الخلق عبثا والله منزَّه عن العبث وتؤمن بالقدر والقدر هو سر الله جل وعلا والقدر هو ما قدَّره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة جرى به القلم جرى بالمقادير وكُتِب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة فلا يقع شيء إلا بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر ولا أمور عبث أو أنف بل هي مُقدرة من قبل ما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كتاب وهو اللوح المحفوظ قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها هذا الإيمان بالقدر وهو على أربع مراتب مرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء أن الله علم كل شيء علم ما كان وما يكون المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة المشيئة والإرادة ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن المرتبة الرابعة الخلق خلق الأشياء في أوقاتها المُقدرة لها كل شيء في وقته كل شيء في حينه الذي قدَّره الله جل وعلا لابد من الإيمان بهذه المراتب الأربع مرتبة العلم مرتبة الكتابة مرتبة المشيئة مرتبة الخلق والإيجاد هذا هو الإيمان بالقضاء والقدم نعم إيمان بما وصف به نفسه في كتابه نعم لما ذكر أركان الإيمان بين ما يدخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله أنه يدخل فيه الإيمان بالأسمى والصفات فمن جهد الأسمى والصفات لم يكن مؤمنا بالله لم يكن مؤمنا بالله وهذا ردٌ على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالله نعم ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل نعم من الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل ترجمة نانسي قنقر